اشترطت الحكومة السورية للتعاون مع المبعوث الأممي والعربي الأخضر لبراهيمي قطع علاقته بالجامعة العربية وأكدت تأديم أشكى أن قوتها لم ولن تستعمل السلاح الكيموية في غضون ذلك تضاربت المواقف بين البيت الأبيض والبنتاجون حول كيموي سوريا عاد التضارب مجددا في المواقف الأمريكية حول استعمال السلاح الكيموي في سوريا إلى دائرة الجدل من خلال تقييمات واشنطن والمخابرات الأمريكية التي اعتبرت أن التقييم غير كاف والأمر يتطلب حقائق جديرة بالثقة فيما ذكر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين على نطاق محدود ضد مقاتلية المعارضة كما أشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن مستعدة لأي طارق في حال استخدمت سوريا السلاح الكيموي سلم البيت الأبيض صباح اليوم رسالة إلى عدد من أعضاء الكونغرس بشأن موضوع استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا تقول الرسالة أن تقييم المخابرات الأمريكية يشير بدرجة ما من الثقة إلى أن النظام السوري استخدم أسلحة كيموية على نطاق محدود في سوريا وذكر ميغيل رودريغيز مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض أنه في ضوء ما ينطوي عليه الأمر من مخاطر فإن تقييمات المخابرات وحدها غير كافية وفي وقت سابق أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن الجيش السوري لم ولن يستخدم أي سلاح كيموي حتى ولو كان موجودا أساسا في سوريا وأضاف أن من استخدم هذا النوع من السلاح هم المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة خان العسل بحلب واعتبر الزعب أن طلب الأمم المتحدة تحقيق في أكثر من منطقة في سوريا حول استخدام الكيموي له هدفان أولهما لجانو تفتيش على شكلة ما جرى في العراق والهدف الثاني إبعاد المسئولية عن المجموعات المسلحة على حد قوله في غضون ذلك أعلن دمشق أنها لن تتعاون مع مبعوث السلام الدولي الأخضر الإبراهيمي ما لم يقطع علاقته بجامعة الدول العربية وذكر بيان لوزارة الخارجية أن سوريا ستتعاون مع الإبراهيمي كونه مبعوثا أمميا فقط ودعت الإبراهيمي للعمل على وقف العنف والإرهاب وتجفيف مصادره وفضح الدور الذي تمارسه بعض الدول الغربية والإقليمية مشددة على أن استمرار الإبراهيمي في مهمته يتطلب أن يبرهن على حياديته كوسيط أممي يلتزم مثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ويدرك أن الشعب السوري وحده صاحب القرار بتقرير مستقبله واختيار ممثله دون تدخل في مصر الله